أزمات متراكمة دون حلول جذرية في العراق تكبر كرة الثلج أكثر فأكثر أزمة الصحة التي بدأت بكورونا وفتحت الآن أبواب الحمى النزفية والكوليرا أزمة النفط العالمية منذ 2020 تضخم سكاني أزمة غذاء عالمية عصفت بالعراق أيضا شح المياه والجفاف والتغير المناخي وفوق هذا كله لا موازنة مالية أقرت منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الثاني من العام الماضي والسبب الرئيسي تأخر تشكيل الحكومة بفعل ضربات موجعة للعملية السياسية تصاعدت حدة التحذيرات من حال المشهد السياسي وأصبحت بغداد ورقة صعبة على طاولة البنك الدولي الذي أطلق تحذيرا بدرجة عالية من الخطر قال فيه أن العراق رغم تحقيقه نموا اقتصاديا بنسبة 2.8% في العام الماضي وتحسن إجمالي لإنتاج النفط أمر يتيح للبلد أن ينجز إصلاحات هيكلية واسعة بالاستفادة من الأرقام المتصاعدة ولو بشكل بطيء إلى أن التقرير كشف عن أثر تأخر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة على البلاد والذي يؤدي بدوره إلى تزايد حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق تسبب هذا الوضع في تأخر مستحقات الفلاحين بحسب التقرير وتعطيل تغطية بطاقة التموين وتوقف المشاريع الاستثمارية التي تشغل اليد العاملة فضلا عن تعطل المشاريع الجديدة التي تحتاج إدراجا في الموازنة المالية فيما بقيت الحكومة الحالية بصلاحيات مقيدة لتسيير الأمور اليومية ما أدى إلى شلل في الحياة المالية وقد يصل أثره إلى ضربة موجهة نحو النمو الاقتصادي العراقي في حال لم تتحرك مياه العملية السياسية الراكدة في البلاد ترجمة نانسي قنقر